اشتركوا في القناة و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اخواني المشاهدين الله سبحانه و تعالى يحب التقوى و يحب المتقين و لذلك هو معهم ينصرهم و يحفظهم قال الله سبحانه و تعالى ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون و لأجل ذلك كانت العاقبة الحسنة لأهل التقوى كما قال الله عز و جل وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى و قال الله سبحانه و العاقبة للمتقين إذن التقوى فيها من الثمرات الشيء الكثير جدا و من اكبر ثمراتها التي تعود على الفرد في عاجله و آجله حسن العاقبة السؤال الذي يطرح نفسك ما يقال متى تكون العاقبة للتقوى و كيف يحقق المتقون العاقبة الحسنة التي وعدهم الله سبحانه و تعالى لأجل أن نجيب على هذا التساؤل نحتاج أن نتأمل و نتدبر الآيات التي وردت فيها هذه البشارات الربانية لنتعرف على إجابة هذا التساؤل و في ما سأطرحه لكم دعوة إلى تأمل آيات كتاب الله سبحانه و تعالى الآيات القرآنية لا تقرأ فقط و إنما المسلم العاقل الذي يريد أن يتعرف على خطاب الله سبحانه و تعالى الموجه له يتأمل في هذه الآيات و لو كانت قليلة ما الذي يريده الله سبحانه و تعالى منه و ما مضامين هذه الآيات و هذا هو التدبر الحقيقي هذا هو التأمل و التفكر في آيات الله سبحانه و تعالى و الإنسان بالممارسة و بالنظر في آيات القرآن الكريم و في السور و بإدمان النظر و التفكر سيجد نوع من أنواع الفتح الإلهي في تأملاته و تدبراته و تدبره لآيات القرآن الكريم و سيقوم بعملية ربط بين الآيات في السورة الأولى و السورة الثانية خصوصا أن الله سبحانه و تعالى جعل هذا القرآن مجملا يفسر بعضه بعضا فما يجمله الله عز و جل في موضع قد يفسره في موضع آخر و من ذلك القصص قصص الأنبياء فلو نظرنا في قصة موسى عليه الصلاة و السلام و قصة آدم و قصة نوح ستجد أن الله سبحانه و تعالى يذكر هذه القصة و يشير إليها في مكان و يفصلها في مكان أو في مكانين آخرين فالذي يريد أن ينظر في هذه القصة و يتعرف على أحوالها و يتعرف على وقائعها و على الفوائد التي يمكن أن تستنبط منها فإنه يعمل ذهنه و فكره في هذه الآيات و كذلك الآيات التي بين أيدينا الآن تأملوا معي هذه الآيات و انظروا إلى الأشياء التي سنستخلصها من هذه الآيات قال الله سبحانه و تعالى فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و أبقى و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى هذه الآيات احتوت من سورة طاها احتوت على جملة من الأوامر و النواهي التي وجهها الله سبحانه و تعالى لرسوله صلى الله عليه و سلم و هي كذلك لأمته و الأصل إخوان المشاهدين في الأوامر الصادرة في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه و سلم أو لعامة الأمة أنها للعامة لعامة و لعموم الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه و سلم بالخطاب فإنه يكون خاصا به و هذه تسمى عند الفقهى و عند الأصوليين بخصوصيات النبي صلى الله عليه و سلم فالله عز و جل خاطب نبيه صلى الله عليه و سلم في هذه الآيات بجملة من الأوامر و النواهي و إن كانت موجهة له إلا أنها عامة كذلك لأمته من هذه الأوامر أولا فاصبر على ما يقولون قال أهل التفسير أي الصبر على تكذيب المعاندين و المشركين للرسالة و لما تدعوهم إليه الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى تحتاج من الإنسان إلى صبر خصوصا أنه سيأتي إلى الناس بأمر لم يألفوه و لم يتعودوا عليه بل ألفوا أقوامهم و آباءهم على طريقة تخالف ما جاءهم به النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك كل داعية إلى الله عز و جل يحتاج إلى الصبر في دعوته إلى الله عز و جل و الله سبحانه و تعالى قال آمرا رسله بالصبر كذلك و وعدهم أن تكون لهم العاقبة الحسنة فالأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم و هذا يؤكد ما ذكرناه في البداية فقال لنوح عليه الصلاة و السلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و على أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة ذي المتقين فهذا الأمر كذلك موجه للنبي صلى الله عليه و سلم و إن كان في ثنايا قصة نوح عليه الصلاة و السلام هذا الأمر الأول الذي يجعل الإنسان مؤهلا لأن يدخل في أهل العاقبة الحسنة و يجعله من أهل التقوى و هو الصبر على أذية الناس له إن كان على الحق فيما يدعوه الأمر الثاني قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى قال ابن كثير رحمه الله في التفسير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر و قبل غروبها يعني صلاة العصر كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ هذه الآية و عن عمارة بن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلي جنار أحد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و هذا الأمر ورد للنبي صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى فقال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعشي و الإبكار و قال سبحانه في سورة قاف فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب في هذا الأمر دلالة قوية على لزوم الصلاة و خصوصا صلاة الفجر و صلاة المغرب و صلاة الفجر لها خصوصية لأنها من الصلوات المشهودة التي تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار و قد أثنى الله عز وجل على القراءة فيها و على طول القراءة فيها قال و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فمن صفات أهل التقوى الذين يستحقون حسن العاقبة أنهم يحافظون على هذين الوقتين و قوله و من آناء الليل فسبح أي من ساعاته فتهجد به أي من ساعات الليل و حمله بعضهم على المغرب و العشاء إذن هذا الأمر الثاني فيه حث على حفظ الصلوات في أوقاتها و هذه من صفات المتقين الذين يستحقون أن تكون لهم العاقبة الحسنة و العبد طلب الله عز وجل منه أن يصلي له في اليوم و الليلة خمس صلوات من الفجر إلى العشاء و غاير في الوقت و كانت قبل ذلك مفروضة خمسين صلاة لكن يسر الله عز وجل برحمته و منه على عباده أن جعلها خمسا في العدد و خمسين في الأجر و الثواب لكن جعل لها وقتا معلوما إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمن أراد أن يكون من أهل العاقبة الحسنة فعليه أن يحافظ و أن يداوم على الصلاة في وقتها كما شرعها الله سبحانه و تعالى و الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين الأمر الثالث أو النهي الوارد في هذه الآية و هو ثالثا قال تعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ قال أهل التفسير يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى هؤلاء المترفين و أشباههم و نظرائهم و ما فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة و نعمة حائلة لنختبرهم بذلك و قليل من عبادي الشكور و كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له ينفقها هكذا و هكذا في عباد الله و لم يدخل لنفسه شيئا لغد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم و قد نام على حصير قد أثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه و وضع تحت رأسه مخدة هي عبارة عن ليف عن مخدة قد حشيت ليفا و نظر في أرجاء غرفته صلى الله عليه وسلم بل أقول في أرجاء بيته فكان بيته غرفة فنظر فإذا حفنه من شعير معلقة و إناء من ماء فبكى رضي الله عنه فانتبه له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يبكيك يا ابن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسرى وقيصر على الأسرة و الحرير و أنت هذه حالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا و تكون لنا في الآخرة ليس المقصود من هذا الكلام رفض النعم بل المسلم يستعمل هذه النعم لطاعة الله سبحانه و تعالى إخوان المشاهدين الأمر الرابع الذي ورد في هذه الآيات و التي فيها حسن العاقبة للمتقين قال تعالى و أمر أهلك بالصلاة و استبر عليها أي حث أهلك على الصلاة و ألزمهم بها من فرض و نفل و الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرا بتعليمهم و ما يصلح الصلاة و يفسدها و يكملها ثم قال و استبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها و أركانها و آدابها و خشوعها فإن ذلك مشق على النفس و لكن ينبغي إكراهها و جهادها على ذلك و الصبر معها دائما فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواه من دينه أحفظ و أقوم و إذا ضيعها كان لما سواها أضيع فهذا الأمر في هذه الآية أمر للرجال بداية بأن يحفظوا صلاتهم ثم يأمروا أولادهم و من هم تحت ولايتهم بالصلاة و أن يعلموهم كيف يصلون و كيف يتعبدون الله عز وجل في صلاتهم و أنت أيها الأب و أنت أخت الفاضل أيتها الأم هؤلاء الذرية من الأولاد و البنات آمان في أعناقكم ليست التربية مجرد صرف للمال و توفير للقوت و توفير للدواء هذه رعاية قد يقوم بها أي أحد حتى في حال عدم وجودكم لا قدر الله لكن التربية غرس قيم و أخلاق و مبادئ و من التربية غرس أحكام هذا الدين و حب هذا الدين في قلوب الأبناء هذه من الأمانة التي سنسأل عنها و من المسؤولية التي تقع على عاتقنا قال صلى الله عليه و سلم كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته و الرجل راع في بيته و مسؤول عن رعيته و المرأة راعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رعيتها و تأملوا معي إلى فعل عمر رضي الله عنه و هو خليفة المسلمين كيف كان يتصرف مع أولاده في الصلاة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده و كان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما يقول لم يقم فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم و كان إذا استيقظ أقام أهله و كان يقرأ و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها فكذلك أنت أيها الأب أعلم أولادك خصوصا من سن السابعة أن يتعودوا على القيام للصلاة و رغبهم فيها من غير زجر ولا إكراه لهم بل حببهم للصلاة و أنت كذلك أيتها الأم لا تقول إن ابني نائم وهو متعب فأحب إلي أن ينام بل أحب إلي أن يقوم ليصلي و يؤدي الحق الذي عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى إذا نشأ ولدك على الصلاة بسببك أنت و بسببك أنت أيتها الفاضلة فأبشروا بأجور في صحائف حسناتكم من عبادة هذا الولد لربه سبحانه وتعالى في الحقيقة كم ضيع الآباء من أجور كانوا سيكسبونها ما لو علم الأب أو الأم ابنهما سورة الفاتحة أو طريقة الصلاة الصحيحة كل ذلك ينصب في ميزان حسناتكم إذا ما صلى هذا الولد و هذه البنت على الطريقة التي علمتها إياه و في الحديث الدال على الخير كفاعله و من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء فلذلك لا تقول قد يأتيك الشيطان و يقول تركهم ينامون فإنهم في تعب و نصب خصوصا في أيام الإجازات أبدا حثه على الصلاة و شجعه على القيام للصلاة فإذا بلغ الولد سبع سنين و ثمان سنوات ابدأ معه و حببه في هذه العبادة و أمر أهلك بالصلاة ثم قال و اصطبر عليها أي اصبر على تعوتهم و على تعويدهم و على أمرهم بالصلاة و تذكروا معي قول الله عز و جل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا و قودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اخواني المشاهدين من حقق هذه التوجيهات الربانية كان حريا أن ينال البشارة التي وعدها الله سبحانه و تعالى و هي قوله و العاقبة للتقوى فالعاقبة الحسنة و المآل الطيب لأهل التقوى و لذلك جعل الله لهم من كل هم مخرجا و من كل عسر يسرا و جعل الفوز في الآخرة لأهل التقوى فقال سبحانه و لدار الآخرة خير و لنعم دار المتقين إذن ما الذي نستفيده من هذه الآيات التي مضت معنا و التي بيّن الله عز وجل فيها من الذي يستحق أن يكون من أهل العاقبة الحسنة هذه الآيات احتوت على جملة من الأمور أولها الأمر بالصبر و الأمر بالصبر ليس فقط مع المكذبين الذين عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم و يعايشهم كل رسول كان من قبله صلوات الله وسلامه عليه بل الأمر بالصبر يحتاجه الداعية مع أقرب الناس إليه مع أهله و إخوانه و أولاده و زوجته و مع المحيطين به في دعوته إلى الله سبحانه و تعالى و في حثهم على العبادة و على تعليمهم فسيحتاج إلى الأمر بالصبر و لابد و الصبر مقرون بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلما كان لقمان الحكيم يأمر ابنه و يعلمه أن يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر قال له واصبر على ما أصابك الأمر الثاني الزهد في أمور الحياة الدنيا بأن لا تكون هي الهدف و لا تكون هي الأصل الذي تسعى إليه متشاغلاً عما خلقت لأجله فإذا انشغلت بها عما خلقت لأجله كنت في الحقيقة من الخاسرين أما الأمر الثالث الذي تحتاجه فهو اصبر في تعليم أولادك للصلاح و هذا الصبر يحتاج منك إلى مجاهدة خصوصاً أن الصلوات وهي خمسة تحتاج منك إلى أولاً مع نفسك أن تقيمها كما أمرك الله سبحانه وتعالى قال تعالى وأقيم الصلاة و آت الزكاة كلمة أقيم الصلاة تحتاج إلى إقامة يعني أن تؤدى كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم إذا أقمتها أنت و أنت القدوة فتحتاج إلى أن تأمر بها أولادك بعد ذلك و أن تحثهم عليها فإذا فعلت ذلك كنت بإذن الله تعالى من المتقين و قد ربيت أولادك على التقوى و كنت بإذن الله تعالى ممن حقق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون إخواني المشاهدين كونك تسعى إلى تحقيق هذا الهدف و هو أن تكون من المتقين شرف عظيم فلا تضيع تأمل هذه الآيات و انظر كيف تكون من أهل هذا الفوز و من أهل هذا الشرف و بإذن الله تعالى تكون من السعداء في الدنيا و الآخرة وفقني الله و إياكم لكل خير و إلى لقاء آخر بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة